ترجمة نانسي قنقر شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي تمكين وأشهد وزير شؤون الشباب والرياضة هشام بن محمد الجدر باهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بفئة ذوي الإعاقة ودعم سموه المستمر للمبادرات الموجهة لهذه الفئة وهو ما يظهر جليا في حرص سموه على احتضانهم في الكثير من البرامج والأنشطة والفعاليات من خدال إشراكهم بصورة فاعلة في مختلف البرامج الشبابية التي تتبنها الوزارة في إطار استراتيجيتها التي تقوم على الارتقاء بالشباب البحريني بمختلف فئاته ومن بينها إدماج فئة ذوي الإعاقة مع أقرنهم الأسوية في مختلف المبادرات وقال وزير شؤون الشباب والرياضة إنه بناء على توجيهات سموه تقرر أن تواصل مدينة شباب 2030 في نسختها الثامنة تقديم برنامج سمو لذوي الإعاقات العقلية البسيطة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه هذا البرنامج العام الماضي بشهادة أولياء الأمور والمتخصصين في هذه الفئة من ذوي الإعاقة وأضاف أنه تم توفير جميع الإمكانات اللازمة لمواصلة نجاح برنامج سمو الذي استقطب هذا العام أعدادا أكبر من المشاركين بما يعكس الثقة في جودة الأنشطة والفعاليات المقدمة لهم على أيدي المدربين الخبراء المؤهلين للتعامل مع هذه الفئة لفتا إلى أن هناك حرصا على تطوير محتوى البرنامج ليضيف مهارات جديدة للمشاركين وينمي قدراتهم الشخصية على المستوى المهني